وفي نشرة سابقة أكد معالي الشيخ محمد بن خليفة منحاء أحمد الخليفة وزير النفط أن الكميات التي تم اكتشافها كبيرة وواعدة بالفضل بعد الله لسيدي جلالة الملك حفظه الله قد وجه إلى الإسراع في عمليات الاستكشاف والتنقيب منذ أن بدأ مشروع النهوض بالبحرين ووجه الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ووكلت المهمة إلى لجنة ثروات الطبيعية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي العهد وعملت في السنوات الفائتة لتكثيف الجهود وتم تسخير موارد الشركات النفطية في البحرين في هذا المجال وبفضل الله هذه أولى ثمار عمل اللجنة طبعا العمل اللي صار لسنوات تم حفر بئر استكشافي الربع الأخير من العام الماضي وانتجنا كميات من النفط الخفيف هي طبقات مما يسمى النفط الصخري أو الغير تقليدي استعنا بكثير من الشركات العالمية لتقييم أو على تقييم أولي لهذا الاحتياط بفضل الله الكميات كبيرة وواعدة وتحتاج إلى المزيد من العمل ووجه جلالته لجنة برئاسة سيدي صاحب السمو المولي الأهد إلى الإسراء في هذه العمليات لمعرفة مدى جدوى هذه الطبقات ومعرفة احتياطيات القابلة للاستخراج في الوقت الحالي قيمنا الاحتياطيات المثبتة ما يسمى بالأويلن تليس وتم إصدار تقرير من قبل بيت خبرة شركة في الملايات المتحدة وبهذه المناسبة طبعا تشرف سيدي صاحب السمو المولي الأهد برفع خبر الاستكشاف إلى جلالة الملك حفظه الله وإلى شعب البحرين وهي أولى ثمار عمل اللجنة لجنة ثروات الطبيعية هناك كذلك استكشاف للغاز العميل وجاري العمل على تطويره تم تقييم الكميات وكميات واعدة بإذن الله تزيد من قدرة البحرين لإنتاج الغاز من أجل القطاع الصناعي والكهرباء والماء النفط الصخري عادة يكون مصاحب بالنفط الخفيف وفيه غاز مصاحب كذلك وتم تقييم الاحتياطيين من النفط ومن الغاز طبعا استفدنا كثيرا من التعاون والتواصل مع الشقاءنا في المملكة العربية السعودية خصوصا شركة أرامكو ولديهم اكتشاف مماثل في طبقة سمية الجافورة هي مكمن غاز أكثر ولكن التقارب والاتصال المستمر لا شك أنه كان ذا فائدة كبيرة ولهم جزيل الشكر طبعا العمل كان من قبل فريق شاب من البحرينيين فلهم أوجه التحية جيلوجيين ومهندسين بترول عملوا خلال سنوات كثيرة وهم متحمسين إن شاء الله لتطوير هذا المورد هناك بعض المؤشرات أنه يمتاز ببعض المواصفات الإيجابية أفضل من نظرائه في الولايات المتحدة ما يسمى بالشيل أويل أو النفط الصخري وأمل إن شاء الله أن يكون هذا القطاع مستقطب للشباب والشابات البحرينيين المستقبل القريب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر